كان حكيما بهذا الأمر ذهب اتجاه الفلجة الولايات المتحدة الأمريكية تبحث على المصالح حتى وان وجدت في العراقية تبحث على المصالح تكاد تكون لأمنها القومي أو لمصالحها في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخير دليل إصرارها على تحرير الموصل وأيضا التحشيد لهذه المعركة من أجل يعني عدة أسباب جميع علمها أولا الانتخابات في نهاية هذا العام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تغير الحظوظ للحزب الديموقراطي الحاكم اليوم موضوعة العالم اليوم والسواق الروسي الأمريكي. يعني يوم التواجد في المنطقة. اليوم نتكلم الجيش السوري على مشارف الرقة. ولا تزال لحد هذا اللحظة في الموصلة للتحشيدات. هذا يعد يحسب إلى الجانب الروسي لأنه ضرب العنقل الستراتيجي لداعش في تلك المناطق. تنافس سيكون على العكاسات. تنافس سيصير عالم. قضية الأخرى الموجودة كل العالم يعرفون أنه الموصل هي مركز القيادة والسيطرة. مركز الخلافة المزعومة. أول مكان وجده فيه داعش. وبنى خلافته. يعني فيه الحزيران من عام 2014. هذا رح يحمل العالم فضل جديد للولايات المتحدة الأمريكية. ثم تعيد تراتبية التوازنات في العالم. هنا منه رح يكون الخاصر بالموضوع. رح يكون على حساب طبعا. هذا إننا رح تكون بالمحاصلة الأخيرة. لكن منافع العالمي نحن لم نسوقها. العراق لحد هذه اللحظة لم يسوق الانتصارات للعالم. يعني ضربوا أكبر تنظيم في العالم. أغنى تنظيم في العالم. هز بلدان. دخل أكثر من تسعين دولة في العالم في حالة انذار. استنزفت الكثير من المناطق. احتلت بعض المناطق كسينا وكمناطق أخرى. مثلا في غرب سيرت. في ليبيا مصراتة. في غرب آسيا في شمال. احتلتها. اليوم العراق يدافع عن العالم كجبهة أولة كرأس رمح اليوم. دحر داعش انتصر على داعش. لكنه لم يسوق هذه الانتصارات. على عكس الرأي الدولي. الرأي الدولي يريد انتصر في الموصل. لكنه نريد ان يسوق للعالم وان يتفضل على العراق. القرار الحكيم اين اليوم؟ اليوم عندما انا واجه خطرين اليوم. اليوم عندنا لو فرضنا عندي صهريج ملغم وعندي واحد شاي البندقية. انا تركب البندقية يمكن. يمكن اروح اعالج صهريج خطر الأكبر. انا عند الفلوجة. تدد ثلاث محافظات مركز القيادة والسيطرة على قطع عمليات لنبار. لحد هاي اللحظة المنطقة بعد تجد عمليات تطهير وازالة الالغام من مركز الرمادي وكل المناطق القيادة في حرارات. ثلاثة محافظات هي قلقة اليوم. انا من الممكن ان نؤجل المعركة شهر او اثنين او ثلاثة. اولا الاستعدادات عالية المستوى لانه اليوم تعرف تنظيم داعش عندما خسر كل المواقع في سوريا بدأت تجه الى الموصل اليوم. اكثر من تقارير هناك تذكر بان اكثر من اربعة تلاف مقاتل قد دخلوا الموصل. يعني راح تكون معركة وجود بالنسبة له. يجب أن تكون استعدادات بشكل عالي جدا. طبعا الاستعداد الدول لمعركة الموصل ايضا لاقل اهمية. اليوم عندما نتكلم عن اشراك طائرة الاباشي والشينوك وكذلك فتح اذاعة اسم الحدباء ورمي المنشورات وكذلك التدريب. بالضبط. هاي الطائرات الكاملون جدا. هذا استعداد عالي. لكن حقيقة تتكلم لها على الارض. ارض معارك المدن لا يمكن لأي بلد بالعالم ان يخوضها سوى العراق اليوم وانا باعتقاد يمكن يأخذ الريادة بالانتصار بهذه المدن. يعني لم يعطي خسار لا من القاتلين ولا من الآمنين. يحرر هذه المناطق بسويعاته بشكل خاطف وسريع. امام تنظيم كبير رسم له ان يهز العالم. ان يغير موازين القوة. ان يجعل من هذه الدول ممرات له. او معسكرات. او يبتز على مستوى المالي. او الاقتصادي. او الاعلامي. بعض الدول خضعت لهذه المعادلة بشكل كاب. العراق تحدى. وانتصر على داعش. حرر اغلب الجغرافية. نتكلم عن 75% من الجغرافية اللي كانت بها داعش اليوم بيض القطاعات العسكري العراقية. هاي خلال ما اجدت من فراغ. احنا ناهمين. واجدت هاي. اليوم السرعة بانجاز هذه الاهداف. وضرب يعني عناصر التنظيم. وكذلك ضرب العمق الستراتيجي التنظيم. هذه حملية كبيرة. يجب ان تسوق للعالم. نحن. يعني تعتقد اذا نسو جاسم. بتحرير الفلوجة رح تتحرر كثير من القطاعات وتكون حرة للتحرك نحو الموصل. وهذا فائدة اخرى سنجديها من تحرير الفلوجة. سيد ضربت لك مثل بس عم كملت الجملة. فلوجة الرئيس مال داعش. والموصل القصر. الاهمية بالرئيس بالفكر. عندما تضرب الفلوجة يضرب الفكر ونتنتهي القضية ونخلص من جدلية سياسية اللي البعض منهم يحاول ان يتعامل معها كهوية فرعية. نتكلمت ايضا عسكرين سيد جاسم بانه رح نستفاد القطاعات اللي رح يتحرر. بكل تأكيد. طبعا اليوم احنا الجهد العسكري موجود اليوم. يعني اليوم الدعم السوقي والعسكري وكذلك الاستعداد مثل هذه المعركة يكون بمستوى عالي وكبير جدا. لكن اليوم اهمية موضوعات اليوم المعارك ليش نستنسل قطاعات عسكرية كبيرة اليوم؟ عملية اطباق السيطرة وتطوئ لأن هذا يحمل فكر من الممكن أن يروح بغير مكان. اذا ما قضينا عليها بهاي المنطقة يروح ويجيب العب والناس فقام يصنعها من المواد الكيميائية والكلور والعلاجات وغيره ويروح ويجند لتشام واحد وهم ارجع نفس الخطر ولازم اطبال هاي المنطقة وروح ايضا اضط عليه حصار هاي المشكلة صارت عدنا يعني قطاعات العسكرية وصلت بالحرفية بشكل عالي جدا. انظر الى التراتبية مثلا في العمليات العسكرية منذ العمليات الاولى. كانت القطاعات العسكرية تحاول عمليات ازاحة دفع تنظيمات داعش الى مناطق اخرى. يعني اما مزارات او مدن او يعني مواقع استراتيجية او بنى تحتية مهمة تحاول دفع حالها هذا من ينتقل لهذا المكان. هذا يحمل فكر. الاموال والموارد الاقتصادية راح فضع تاواتع الناس وراح يفرض نسب وراح يستخدم يهرب نفط وراح يسرقهم للبنوك بما نحن عملية عسكرية نقضي عليهم. نقضي عليهم. فالعملية يوميا نفتح معارج. بالضبط. الموضوع عملية صاد. عملية يعني تطويق قضب ومن ثم انتخاب اهداف محددة. اختيار محاور للدخول ومن ثم القضاء عليهم في داخل هذا المكان. عملية نجاحة عدم انتشارهم الى مناطق اخرى. يعني وعدم مصولهم الى اماكن اخرى حتى لا يشكلوا خطر. والدليل بعض المناطق التي تشهد عمليات بجوارها مناطق امنة. خير دليل. انظر للفلوجة بجوار عملية الفلوجة. الحبانية انظرها للمناطق. بيها ناس واهالي وايضا منطقة يعني السجر اليوم هي احدى الممرات الامنة. تقاطع السلام اليوم الاصلى. الى اهالي في ذلك المناطق هي ان العملية اصبعت عملية جراحية وليست عملية عسكرية. من يشكك? من يتكلم? من يريد ان يعطيها صبغة مذهبية? هذا ينتمي الى داعش. فكرا وسلوكا لكنه لا يستطيع ان يجر ولا يستطيع ان يتبنى داعش لان داعش لهم اصبحت اداة ملوثة ولا يمكن لأحد ان يتبنىها. لكن مخاوف حقيقية من فقدان السلطة او فقدان زمام المبادرة والتحكم بالقرار الوطني العراق من قلال الخطر اليوم بالخطر تكون تنازلات انا باعتقاد اليوم لا يمكن للحكومة العراقية ان تقدم اي تنازلات لانها انتصرت على هذا التنظيم الكوني وفق الامكانات المحلية ووفق القدرات البشرية البسيطة المتمثلة بالحج الشعبي والجيش العراق دكتور خالد يعني بدقيقتين